أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي يا رب العالمين تقدم معنا في الآيات السابقة أيها الإخوة ما حصل من بعض أهل الكتاب مع النبي عليه الصلاة والسلام من المحاجة والمجادلة بالباطل والدعاوى الظالمة التي ليس لها دليل ووصل الأمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى المباهلة دعاهم إلى المباهلة وهي الأيمان بأن تحل لعنة الله على الظالم الكاذب واستعد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بأهله وولده وجاء إلى المسجد فنكسوا خشوا أن يقع عليهم عقاب الله بسبب كذبهم وخشوا من ذلك فرجعوا عما كانوا عزموا عليه من المباهلة مع النبي عليه الصلاة والسلام وتأتي هذه الآيات التي معنا في هذه الليلة المباركة تبتدئ بطلب مجادلة أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرنا أن نبتعد عن المجادلة التي تؤدي إلى الخصام والتي تؤدي إلى البعد عن الحق حتى مع أهل الكتاب أن تكون المجادلة ممن يشارك فيها من المسلمين يقصد بها إظهار الحق ورد الناس إلى الصواب كما قال تبارك وتعالى وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنُ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ هذه الآيات في هذه الليلة تؤكد على هذا المعنى كأنها تقول يا أهل الكتاب بدلا من الدعاوى الباطلة التي تزعمون أنكم أنتم أهل الحق وأنكم أولى بالكتاب وأولى بالدين تعالوا فلنتحاور وهذا أدب عظيم أيها الإخوة أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه في المجادلة والمحاورة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إذا لم نتفق قلتم نحن أهل الحق ونحن الأولى بالرسالة ونحن شعب الله المختار ونحن أهل الدين إلى آخر ما هناك وهذا الكلام يخالف ما في كتابنا وما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام لكن تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى أمر نتفق عليه وهو أننا نرد الأمر إلى نصابه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أنتم تقولون إنكم تعبدون الله وأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو على كل شيء قدير ونحن نقول بذلك ونحن نقول بذلك فلننطلق من هذا الأمر المتفق عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ما دام الأمر كذلك أن لا نعبد إلا الله هذا هو الحق ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو بهذه الأوصاف وأنتم تقولون بهذا وأنه هو الذي خلق الخلق وأنه هو الذي يدبر الأمر وهو الذي تكفر بالأرزاق إذن فهو المستحق للعبادة هذه هي كلمة السواء هذا هو الحق وهذا أيها الإخوة أدب من آداب الحوار العالي أن الإنسان يبدأ مع من يحاوره بالشيء المتفق عليه إذا كنت تحاور إنسانا في أمر من الأمور اختلفت أنت وهيا في شيء فابدأ قبل ذكر الخلاف بذكر الأمور المتفق عليها حتى تنطلق بعد ذلك إلى تسوية الأمور المختلف فيها تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذه الربوبية والألوهية لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى سبحانه هو القادر هو الخالق هو الرازق وأما الخلق فهم مربوبون مخلوقون محكومون ليس لهم من الأمر شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا هو الكلام الواضح الحق الذي إذا نظر إليه المنصف وتأمله رجع إليه وقبل به فإذا لم يقبل به فإن تولوا قالوا لا نحن أهل الحق ونحن أهل الدين ونحن أهل الكتاب وكلامكم مردود ولا نقبل به فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نشهدكم حينئذ أننا أهل الإسلام وأننا على ما أمر الله سبحانه وتعالى به إن الدين عند الله الإسلام يا أهل الكتاب ثم يأتي بعد ذلك القرآن الكريم في سبيل مجادلة أهل الكتاب بالتقرية والتوبيخ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يقال روية أن نصارى نجران الذين تقدم ذكرهم في الدرس الماضي لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء معهم اليهود وحضروا المجلس فقام كل منهم يدعي بدعوة قال اليهود إبراهيم منا نحن اليهود إبراهيم يهودي قال النصارى لا إبراهيم نصراني دعاوة مختلفة بينهم كل يدعي وصلا بإبراهيم عليه السلام ويدعي أن إبراهيم معه اليهود يقولون إبراهيم يهودي والنصارى يقولون إبراهيم نصراني لكن الله سبحانه وتعالى فضحهم فضحهم بهذا الأمر الواضح الجلي أمر عقلي وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده كيف يمكن أن يكون أن تستقيم هذه الدعوة كيف يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام يهودي أو أن يكون نصرانيا التوراة التي جاء بها موسى وأرسل بها إلى اليهود والإنجيل الذي جاء به عيسى وأرسل به إلى النصارى هذا جاء بعد إبراهيم عليه السلام فكيف ينسب الشيء اللاحق إلى إبراهيم السابق عليه السلام كيف يقال إن إبراهيم يهودي أو نصراني واليهودية والنصرانية ما جاءت إلا بعده بزمن بعيد هذا كلام يعني لا يتأثر به إلا من كان له عقل هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم اختلفتم وتنازعتم يا أهل الكتاب بعضكم يقول إبراهيم يهودي وبعضكم يقول إبراهيم نصراني وأنتم تعلمون جميعا أن إبراهيم كان قبل اليهودية وقبل النصرانية فأنتم اختلفتم في هذا الأمر الذي تعلمونه فكيف بكم في الأمور التي لا تعلمونها كيف بكم تتنازعون وتتدخلون في أمور لا علم لكم بها وهذا فيه التقريع وتنبيه وتوبيخ لكل من يتدخل في أمر لا علم له به وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ها أنتم هؤلاء يا أيها اليهود والنصارى حاججتم فيما لكم به علم اختلفتم في القضية التي تعلمونها يقينا أن إبراهيم كان قبل اليهود والنصارى فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم لماذا الآن تفرضون الآراء وتدعون الحق في أشياء ليس عندكم فيها دليل والله يعلم وأنتم لا تعلمون العلم الحقيقي هو عند الله سبحانه وتعالى وهو ما أرسل به وجزء منه أرسل به رسوله عليه السلام ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إذا كنتم تدعون الانتساب لإبراهيم عليه السلام حقيقة فلتكونوا مسلمين لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الحنيفية إبراهيم عليه السلام هو أبو الملة الحنيفية فإذا كنتم صادقين في دعواكم بالانتساب إلى إبراهيم فلتكونوا مسلمين فلتكونوا حنفاء كما كان إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم بعد ذلك الآن بعد كل هذا الرد والبيان والإضاح لهؤلاء الله سبحانه وتعالى يبين من هو الأولى بإبراهيم الأولى بإبراهيم من اليهود النصارى أو غيرهم أولى الناس بإبراهيم من للذين اتبعوا اتبعوا دينه دين الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وهذا النبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو على ملة إبراهيم عليه السلام على ملة إبراهيم فهو أولى بإبراهيم منكم من هؤلاء الذين يدعون أنه يهودي أو أنه نصراني إبراهيم كان حنيفا مسلم وأولى الناس به من هم الذين اتبعوا كما قال إبراهيم عليه السلام فيما قصه الله تبارك وتعالى عنه فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه والذين اتبعوه يدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله سبحانه وتعالى ذكره بعد ذلك وهذا النبي تأكيد على مكانة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وتأكيد على أنه على دين إبراهيم على الحنيفية السمحة إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الذين آمنوا بهذا المنهج وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا برسالته التي جاء بها هم أولى الناس بإبراهيم والله ولي المؤمنين بعد هذا الولاية والنصرة والقرب والمحبة للمؤمنين ولأصحاب هذا المنهج ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من مخازي هؤلاء أهل الكتاب وأهل الكتاب إذا ذكروا في القرآن الكريم فالمراد بهم اليهود والنصارى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ورد فيما روية أن اليهود عرضوا على بعض من الصحابة منهم عمار ابن ياسر ومنهم ومعه غيره عرضوا عليهم أن يدخلوا في دينهم منهم معاذ بن جبل أن يدخلوا في دينهم وهذا رغبة منهم ليس في نجاتهم ولكن سعيا إلى إضلالهم إلى إخراجهم من دينهم وإضلالهم بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى الإسلام لكن هذا لا يمكن بعد أن دخل هؤلاء في الإسلام طواعية وتشربت قلوبهم حب الإسلام واستناروا بنوره وصحبوا رسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينتقلوا بعد ذلك إلى دين هؤلاء الضالين وهذا مما يؤسف له ما تفعله الآن الجهات التنصيرية والتبشيرية التي يسمونها لإضلال المسلمين في بلدان المسلمين الطوائف هذه التي تأتي لإضلال المسلمين لا لنصرتهم ولا لمنفعتهم بل لإخراجهم من دينهم هذه الجمعيات التبشيرية الآن التنصيرية هذا هو مقصدها هم كما قال الله ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ونلمس هنا أيها الإخوة وسيأتي معنا أيضا في آيات لاحقة في هذه الليلة إنصاف هذا القرآن الذي جاء من عند الله لأهل الكتاب الإنصاف والقيام بالحق والعدل هذا هو جوهر هذا الدين والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل ولا يظلم ربك أحدا انظروا إلى الآية ما قال ود أهل الكتاب قال ودت طائفة من أهل الكتاب يعني أن هناك من أهل الكتاب من لا يفعل ذلك اهتدى للحق لكن هناك طائفة أمنيتها وسعيها وعملها وهمها أن يضلوا المسلمين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون السعي الباطل وهذا الضلال سيعود عليهم هم ولا يجني ثمرته المرة السيئة إلا هم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون لوم وتوبيخ صفة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في كتب اليهود والنصارى ومبعثه وأخباره فالمفترض أن يكون هؤلاء هم أول الناس إيمانا به لأن عندهم علم به بخروجه بمجيئه ببعثته لكنهم كتموا ذلك لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أنتم عندكم في كتبكم هذه الدلائل فلما تحاجون فيها لما تخفونها لما تسعون إلى إبطالها وصرف الناس عنها يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون كما قلنا في صفة النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه ورسالته وما جاء به موجود في كتبهم الإشارة إليه وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام عندما تكلم في المهد ماذا قال قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هذا موجود في كتبهم لكنهم طمسوه وأخفوه وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون هذا من الخزي والضلال والكيد والمكر لفتنة الناس وصرفهم عن الدين الحق ماذا صنعوا كان بعض منهم من هؤلاء اليهود يأتون فيتظاهرون بالإسلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون الفجر معه فإذا صلوا معه ماذا يقول الناس ماذا يقول الناس عنهم صلوا الفجر في أول النهار قالوا هؤلاء من المسلمين ثم هذه الصلاة ماذا يقصدون بها وهذا الحضور ماذا يقصدون به يقصدون به التبييت لمكيدة لهذا الدين ولأهله ولصرف الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر النهار يرجعون يقولون رجعنا عن اتباع محمد لماذا لأننا رأينا أنه ليس على الدين الحق وهذا في نظرهم يستفيدون به عددا من الأمور أول هذه الأمور أنهم يشككون الناس الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام أو الذين يريدون الدخول في دينه أنهم يشككونهم أن هذا الدين ليس صحيحا لأن هؤلاء دخلوا فيه ثم اكتشفوا أنه دين غير صحيح فخرجوا منه ثم الأمر الثاني هو أنهم يريدون المحافظة على مناصبهم لأنهم في نظر الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أهل كتاب وأن عندهم ما ليس عند غيرهم ولذلك كان الناس يأتونهم يسألونهم ويلجأون إليهم فلذلك هم بهذا يريدون أن يثبتوا للناس أن هذا الدين غير صحيح آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون حتى ينصرف هؤلاء الأتباع الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام أو يتشككوا فيؤدي بهم ذلك إلى الانصراف والنكوس وحتى يحجم من كان راغبا في الدخول في دين النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لا تلقوا بقيادكم ولا تقبلوا من أحد إلا من من كان من أهل دينكم على اليهودية أو النصرانية لا تقبلوا من هؤلاء الذين يقولون نحن مسلمون ونحن أتباع محمد ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا تواصي فيما بينهم تواصي يتواصون تواصوا على الضلال وعلى الفجور بأنهم يدخلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في دينه ظاهرا ثم يعلنون الخروج ليصدوا عن سبيل الله وليشككوا الناس في دينهم ثم بعد ذلك يتواصون أن لا يقبلوا من أحد إلا من من كان من أهل دينهم ماذا قال الله تبارك وتعالى قل إن الهدى هدى الله الهدى هدى الله ليس في كلامكم ولا في كلام غيركم والهداية بيد من بيد الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم هذا هو الذي دعاكم إلى الحسد ودعاكم إلى الكذب ودعاكم إلى عدم القبول بالدين الحق أنكم لا تريدون أن يحل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى مما حل عليكم في الأزمنة الغابرة على غيركم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم أن يأتوا يوم القيامة يجادلونكم ويثبتون عليكم أنكم نكستم وغيرتم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هذه هي المحصلة أن إيتاء الهداية والتوفيق والرسالة والدخول في دين الإسلام هو بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله واسع عليم واسع العطاء واسع الرحمة العليم بخلقه وبما يصلحهم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يختص بعضا من عباده بالهداية وهذا موطن يجب أن نتأمل فيه أيها الإخوة أن من اهتدى فليست هدايته بنفسه وإنما هدايته بفضل الله سبحانه وتعالى عليه الهداية قل إن الهدى هدى الله فالذي يهتدي إنما هتدى بفضل الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم فليس لأحد أن يعترض وليس لأحد أن يحسد وليس لأحد أن يكذب أو يغير هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى مهما عمل الإنسان إن كان عمله موافقا لشرع الله فسيجزى عليه خيرا وإن كان عمله مخالفا فسيلقى جزاؤه عندما يأتي في يوم القيامة تأتي الآية اللاحقة هذه معنا الآن تتميما لما ذكرناه قبل قليل من أن الله سبحانه وتعالى قال ومن أهل الكتاب عندما قال ود الطائفة من أهل الكتاب أن الله سبحانه وتعالى أنصفهم وهنا بيّن ذلك بشكل جلي قال ومن أهل الكتاب عموما اليهود والنصارى من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك والمقصود هنا ليس خصوص القنطار ولكن مقصود التأكيد على الأمانة المقصود التأكيد على الأمانة في هذا الشيء العظيم قنطار من المال شيء كثير من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك يحافظون على الأمانة وهذا من الإنصاف الذي ذكره الله تبارك وتعالى والذي هو روح هذا الدين والذي يجب أن يتحل به المسلمون أخلاق الإسلام لا يجوز لمسلم أن يتركها حتى ولو مع غير المسلمين لا بد أن يبقى خلق الإنسان المسلم دالا عليه وعلى دينه من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أهل الكتاب وهم الأكثر من إن تأمنه بدينار شيء يسير يعني لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة كنت تكرر المطالبة والسؤال والحرص تكثر عليه حتى تستخرج منه هذا الشيء اليسير فرق بين من كان يؤدي لك القنطار هذا الشيء الكثير من المال بسهولة ويسر أداء للأمانة وبين من يتعسر عليك أن تستخرج منه هذا الشيء اليسير من أمانتك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة لماذا هؤلاء لماذا هذا خلقهم في الغالب ذلك هذا الكذب وهذه الخيانة وعدم الأمانة من أين جاءتهم لأنهم زعموا فيما حرفوه من كتبهم وما غيروه في دين الله تبارك وتعالى أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل الأميون منهم الأميون الأصل العرب وكل من خالفهم في دينهم يعني كل من لم يكن نصرانيا ولا يهوديا كأن يستحلون ما له ويستحلون أن يأخذوا منه كل شيء أن يقتلوه أن يفعلوا به ما يشاءون ليس علينا في الأميين سبيل هؤلاء لا يآخذنا الله بشيء هؤلاء عبيد خلقهم الله خدمة لنا فنحن نفعل بهم كيف نشاء ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون من أين لهم هذا لم تأتهم أنبياؤهم بهذا هذا من التحريف الذي حرفوه وهذا من الباطل الذي زيفوه وأدخلوه في دينهم وفي كتبهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون هم يعلمون أن هذا ليس من دين الله ولكنهم هم أدخلوه في دين الله وأظهروا للناس أن هذا هو الدين الحق بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين هذا تأكيد الحق الذي يجب على الإنسان المسلم أن يلتزم به والذي يحبه الله تبارك وتعالى هو الوفاء بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين هذا هو الدين الحق والذي جاء به أنبياء الله ورسله كلهم ما خالف أحد فيه ثم بعد ذلك جاء الله سبحانه وتعالى في الآية التالية يشنع على هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وعيمانهم ثمنا قليلا يتخذون عهد الله وميثاقه والأيمان الكاذبة يتخذونها سبيلا للوصول إلى غاياتهم الخبيثة وإلى أكل أموال الناس بالباطل أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم تزكي التطهير ولهم عذاب أليم والعياذ بالله هذا وإن كان في سياق ما قصه الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأفعالهم الشنيعة الشائنة الكذب والتقول على الله سبحانه وتعالى والأيمان الكاذبة التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل وينكثون بها وينقضون يعاهدون ويغدرون لكن هذا أيضا ينطبق أيضا على هذه الأمة على الأمة المحمدية من كان على مثل هذا الأمر فهو ملتحق بهم في عملهم وسيلقى جزاءه وقد جاء في الحديث أن رجلا أقام سلعته بعد العصر وقف في السوق يعرض بضاعته فحلف بالله الذي لا إله غيره أنه أعطي فيها كذا وكذا وهو كاذب وهو كاذب بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتلى هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومعنى المقصود بكلام الله كلام كلام اللطف والرحمة والنظر إليهم نظر المرحمة هذا محرومون منه في يوم القيامة ولا يطهرهم ينتظرهم العذاب الأليم في يوم القيامة والعياذ بالله قد جاء في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان من هو المنان؟ هذا الذي يعطي ويتبع عطاءه بالأذى يمتن على يظهر فضله على من تصدق عليه على من أعطى إليه أنت كنت فقيرا أنا الذي أعطيتك لولا ما أعطيتك لكنت الآن في كذا وكذا ربما أخذت إلى مكان كذا أو ربما موت أو ربما يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ما قال لا تنقصوا أجرها لاحظوا قال لا تبطلوا يعني أن هذا المن يبطل العمل عمل الصدق قال المنان والمسبل المسبل ما معنى المسبل الذي يرخي إزاره ثوبه حتى يغطي عقبيه أو يزيد على ذلك هذا إسبال الإزار من الكبائر من الكبائر وعندما نقول من الكبائر يعني أن هذا من الأمور العظيمة التي رتب الشرع عليها عذابا وعقابا في يوم القيامة الكبائر الكبيرة هي الذنب الذي توعد الله سبحانه وتعالى عليه أو أتبعه أتبع ذكره باللعن أو العقاب أو الخلود في النار هذا من الكبائر إسبال الإزار ويتساهل كثير من الناس في هذا الأمر يجر ثوبه وراءه يغطي عقيبيه ويتجرجر ثوبه على الأرض ويمسح كل القادورات يتلتصق بهذا الثوب ولو رفعه قليلا لسلم من ذلك كله ولكنه يوقع نفسه شعر أو لم يشعر في هذا قال المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا في الأسواق في الأسواق من سيئات الأمور التي تجري في الأسواق هذا الحلف تجد البائع يحلف عشرات الأيمان وهو لا يحتاج إلى ذلك والله 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 وقد يزيد على ذلك أيضا أن يكذب فيقول والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت فيها أكثر وهو كاذب وهو كاذب هذه مسألة يجب أن يتنبه لها الناس قد يحصل على شيء من الفائد والربح اليسير المؤقت لكن ما ينتظره من العذاب والعقاب والمؤاخذة أعظم فلذلك لا بد أن يتنبه الإنسان المسلم لهذا قال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذا خلق أهل الكتاب فالذي يتخلق بهذا ينسجم معهم وينسلك في وينسلك في طريقهم الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر سيئة من سيئاتهم لعلكم تلحظون أن أكثر هذه الآيات بعد مجادلتهم ورفضهم قبول الحق كلها لبيان مخازيهم وكذبهم وافترائهم وبعدهم عن الحق قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب هؤلاء اليهود والنصارى وهم يتلون كتبهم كيف يتلونها يتلونها بهينمة وتنغيم هكذا فيظن من لا يعرف حقيقة كتبهم ولم يطلع عليها يظن أن كل ما يقولونه حتى الأشياء التي يدخلونها أنها من الكتاب هم يهيمنون أمام الناس ويعني ينغمون الكلام وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب الذي لا يعلم يظن أن هذا من كتبهم أن هذا الأمر في كتبهم وهم كاذبون أدخلوه أدخلوه ليحصلوا على ما يريدون وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون هم يعلمون أنهم كاذبون ولكن الكذب هذا ليس على الخلق بل يكذبون على الله سبحانه وتعالى ولذلك كان جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى جزاء عظيما مؤاخذة يعني في يوم القيامة الذي لا يملك الإنسان فيه فكاكا ولا يجد فيه ملجأ ولا يجد له نصيرا هذا يعني أمر من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تنبيها وتقريعا لهؤلاء وتنفيرا من هذا الطريق حتى لا يسلكه المسلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يعيدنا من نزغات الشيطان الرجيم ونسأله بفضله ومنه وكرمه وقدرته أن ينصر عباده المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين من عدوه اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في غزة وفلسطين وفي كل مكان أنجهم من عدوهم يا رب العالمين اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم اللهم أعلى راية الحق والدين إنك على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر